مشاهدين في كل مكان صابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم ودأ الزر بسم الله الرحمن الرحيم قال قرينه ربنا ما أطايته ولكن كان في ضلال بعيد وأيضا آية أخرى تقول إني كان لي قرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد أو ما من من آدم يولد فيما معناه إلا وكل له قرين من الجن قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني بسوء في إحدى روايات وفي رواية أخرى لا يأمرني إلا بخير القرين هذا القرين الكائن الخفي الكائن الخفي الحاضر الغائب الذي يمكن أن يكون له دور في مقدرات الإنسان هل القرين دور في رزق الإنسان؟ هل القرين دور في إيذاء الإنسان؟ ولماذا لا يؤذي القرين إلا بعض البشر وكيف تكون أو يكون الأذى من القرين؟ هل من عوامل خارجية تؤثر على القرين لكي يكون له دور غير الدور المرسومة؟ كل هذا وأكثر الليلة في حلقة الزار مع صاحب الفضيلة والرجل الذي له باع في عالم القرين وله مؤلفات في هذا العالم أيضا وصاحب مدرسة أن ليس هناك ما يسمى بدخول الجن لجسم الإنسان وأن كل إيذاء يمكن أن يحدث للإنسان من العالم الآخر يكون عن طريق القرين صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم شهاب المعالج بالقرآن والخبير في هذا الشأن ربنا خليك رب ويمكن عايز أقول حضرتك أنت بتبحر يعني وحدك في هذا المجال أغلب المعالجين الكل يقول أن هناك لبس ودخول الجن لجسم الإنسان وأنت تقول لا دخول الجن لجسم الإنسان طيب القرين أولا عايزين أعرف الناس يعني إيه قرين أبدأ حديثي أولا بالصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أستاذ هاني يعني جزاق الله على هذه المقدمة لما فيها نفعل الإسلام والمسلمين ولكن يعني أبدأ حديثي أولا في كلمة دخول الجن أو عدم دخول الجن أولا أنا مدرسة عدم دخول الجن داخل الجسد ومع ذلك أيضا أكر بأن الجن يدخل الجسد تمام كلمة فحسب دي لها ألف معنى زي برضو مدرسة أن العلاج بالقرآن الكريم ليس قرآن يطلق على المرض فحسب كلمة فحسب دي لها عندي ألف معنى تاكمن التفاصيل هنا تمام الله عز وجل علمنا وقال وننزل من القرآن هو القرآن مش بأكمله شفاء كله شفاء تمام ألف لا مين بإخلاص وتقوى شفاء فاتحة الكتاب شفاء ولكن الله عز وجل علمنا بأن القرآن بأكمله شفاء ولكن حيما تتكلم عن مرض أو تكلم عن داء خذ من القرآن لهذا الداء تكرارا برضو قلتها مع سعادتك السيدلية بتاع الطبيب كلها شفاء ولا ضرر لا كلها أدوية شافية صح ولا ليه أنا بخش باخد حاجة معينة من كل السيدلية تخص حالتي الطبيب لما بيكتب لي دواء هل بيكتب لي كل السيدلية لا جزء طبعا ولا بيكتب لي شيء مخصص لهدفي لهذا الداء الله عز وجل قال وننزل من القرآن إذن كلمة من هنا للتبعيد صحية إذن القرآن بأكمله شفاء عشان الناس ما يقولش إيه الشيخ إبراهيم الشهاد بيقوله القرآن مش شفاء لا القرآن بأكمله شفاء ولكن خذ من القرآن ما يخص داءك ومرضك أنت فقط هنا بقى كلمة علمه من علمه وجهله من جهله لأ أنا غريفة علمه تمام هل كل الناس تعلم اللي حضرتك وفضلتك بتتفضل بي دي بقتي ولا دا علم للخصة للبعض صلى الله عليه وسلم الله عزه الله حينما يصطفي أناس يتكلمون عن كتاب وسنة لابد مننا أن نكون نتعلم ونزيد في هذا العلم ونقرأ ونأخذ شهادات ونتكلم في عجب القرآن في علم القرآن بروح القرآن بفهم القرآن علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حينما صحر هل كان لا يصلي كان لا يقرأ القرآن كان يصلي وكان يقرأ القرآن وكان وكيم الليل حتى اطورهم قدماء ومع ذلك أصيب الله عز وجل ضرب مثل بالنبي محمد بس هل سمعت النبي محمد دخل جواجن هتقول لي ما يفعشن هو النبي اصطفاه الله فهو نبي النبي محمد حينما صحر كان بشر كان إيه بشر ولو أننا افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وهو نبي الأمة ولكن لا يجوز فيه السحر أجاز فيه السحر إزاي ما كان اليابود لك ما كان الله لبيد بن لهود بن الأعصم حتى يتمكن من إيذان النبي إزاي ولكن هنا في لغز البعض من المعالجين يعني هم أفضل مني عند الله ونحسبهم على خير ولكن أنا بيقول كلام دا للمعالجين بس أنا بيقول لنفسي ولغيري وللمرضى يعني إيه كلمة القرين يعني إيه إيش معنى أنا لما بدأت أكلم عن القرين أنت قلت لي أنت الوحيد في هذا المجال تعون في هذا البحر للمفردك صحيح وفضلت سنين مع كامل الجملة ومن قبلها يعني دا 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 فهمك للموضوع ومدرستك وانت صح التفرد في هذا الأمر تمام الآن نجد البعض ينحو نفس المنحة بتحضرتك ويقرب هذا الموضوع إذن الحمد لله جم ورايا ناس كتير في البحر طيب دا برضو في النهاية دا يحسب لك يعني هذا يحسب لك وليس خصما منك والله يصلى على نبيه وليس خصما من الآخرين أنا قلت ساعتك هم أفضل مني ولكن أنا بحب بأخذ المريض في دائرة القرآن أنا لو قررت إن الجن بيخش الجسد ماشي الجن بيدخل الجسد تعاشر مرأة من الجن هفتح أبواب مغلقة باب سد الزرائع الزهاني باب سد الزرائع أنا بشوف وصائب ممن يعتقدون بأن الجن يدخل الجسد العري واكتب على الجسد ويدرب على الجسد ويخلق الجسد الزهاني أنا قلت مساءتك مرة فيديو على هذه القناة بأن شيخ يعالج بالقرآن يخلق المريض بغطرة أو بشال اعتقادا من الشيخ وليس من المريض بأن الجن داخل الجسد طب أنا لما قلت للإنسان ده ومات لديك الضغطة قوية مني أنا كده خانات الجن والإنسان مات أنا واحد فيهم وأكيد هناك حالات يعني فارقة الحياة بسبب مثل هذه لا ده أنا كمان نهار لحاجة للوقتي يعني الموضوع تعدي الخان أو الضرب ده الموضوع وصل للحرق كمان ده أنا هوري حاجة سأخذ وفاق الأول وارجع لحضرتك تانية وفاق تفضلي ألو أيها وفاق تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ألو حاجة سمعني كويس؟ احنا سمعينك على الهوات فضلي وفاق آه تمام ممكن أكلم شيخ إبراهيم؟ معاي كيف أنم على الهوات تمام بلك يا فاني تمام حضرتك أنا أنا من البني سويف تمام عندي أغتي للأسف يعني هي عندها 20 سنة تمام؟ تمام مش رفض الجواز خالص تمام بتيجي بس بيجي لها بالليل حالات كده اللي هي يعني إيه نعرفش التفل عليها الأوضة نعم ويعني بيحصل لها حالات كده زي حالات فزع تمام تمام وبتبدأ بتفوض بالليل تمام فبنيجي نخبط عليها الأوضة بني نخبط عليها الأوضة ما ما بتفتحش بس إحنا سمعين سمعين داي أصوات جوه عندها في الأوضة تمام الموضوع دوت قاعد حوالي سنتين بالشكل دوت أي عريس يجي يتقدم لها يحصل لها حالة كده يخلي ما ما يحصلش الجواز يعني ما ما يحصلش ما يجيش يتقدم الجواز وكده طب بنتو عرضتوه على شيخ يقول كده عرضناه على شيخ طب الشيخ يلي عندنا في البلد آآ آآ قال فيه فيه حاجة سمعها جن عاشق تمام آآ هو بيخليها آآ رافض الجواز تمام آآ فقال لنا عيات كرآنية وحاجات زي كده وكلا بنشغلها عيات كرآنية جنبها وهي نايمة بس للأسف ما حصلش أي نتجة طب بجد مش عارفين نعمل إيه معي طيب أنا هشرح أسعبتك يعني كلمة جن عاشق وتفصيل هولك تعنيه إن شاء الله وهلت يعلم فيه حاجة سمعها جن عاشق ولا لأ يعني هشرح حالا سمع الإجابة وفاق حالا من فضلت الشيخ إبراهيم طيب تحاب تجاوب على وفاق أجاوب على وفاق بسيغة القرية برضو بسيغة القرية مساء زهني صلى على النبي محمد عليه السلام كلمة سحر مذكورة في القرآن بس أنا قلت لكي لايه مدراسة خاصة وقلت مش كل حياة سحر ومش كل حياة عين ومش كل حياة حسد ومش كل حياة مس اعتقادا من الناس إن أي إنسان مصاب إذن هو ملبوس إذن هو مصحور لا لا كلام ده غيره صحيح كلام ده سلمني للمعالجين قبل المرضى مش عاوزين نعلق الناس بالسحر والحسد والعين بس لا في حاجة اسمها طب في حاجة اسمها علم في حاجة اسمها إننا أسمع المريض في حاجة اسمها تنمية بشرية أنا لما أتكلم مع المريض أطلع الجواب بيتحدث بإيه بيتكلم إزاي إيه المشكلة تعرض لها كثير جداً بيختلط بيهم الحابل بالنابل يعني واحد عنده وسواس قهري أوزهان على سبيل المثال ده مرض طبي ما فيش أي كلام فيه بس هل وسواس القهري ممكن يأتي من سحر؟ وارد هقول مساعدتك وارد من خلال سحر المرض عايز تقول وارد ولكن لو ما عندوش علامات لسحر يبقى مرض نفسي لا إزاي؟ بعض من المعالجين والرقاء يقول لك لا ده فيه جين جواك أعيث نفوخك طب أنا عاوز بيه الدليل الشرعي أنا حجتي بين الناس الدليل أنا ليه بأتكلم عن القرين اسمع قول الله عز وجل في سورة الصفات قال قائل منهم إني كان لي قرين ربنا لي قالها مشان استثناء بسورة قاف حينما تكلم الله عز وجل عن القرين قال قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد طب ما تسمع في سورة الأعراف إنه يراكم هو وقبيله من حيث بعض من المعالجين يقول لك الشيخ إبراهيم الشهاب بيتكلم عن القرين طب ما تعالوا حجوني يقولولي يعني تفاهمين يعني كلمة القرين الأول أنا بقول كلمة كده عبارة من قام على علاج الأصل ليس الفرع من هو الأصل المخصوص؟ القرين القرين هو الأصل إيه حجتي طب هو سحر فرع أنت عايز تقولي أن السحر يفعل بفعل القرين صلى على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قصة الساحر والمصحول الكريم لفيها قبل كده على هذه المضادة على هذه القناة قلنا فيها بأن الساحر لا يتمكن من إيزاء شخص إلا بأدوات تمام صح أولئة؟ تمام طيب أنا كنت بإيزاء هذا الشخص إيه اللي هبعثه؟ خدم السحر خدم السحر ده إيه؟ ده جن مما فرد صح كده أولئة؟ تمام هل الله وردك بهذا السحر؟ لا طبعا ولا هو جاء إليك؟ هو قادم صح ألا؟ كل ما أتى على الأصل سهل علاجه ولكن كل من تمكن الأصل من إيزاءه صعب علاجه يقول لك لا سهل بس من قدر على فهم بهذه الحالة ما بها خلاص مضوع من تخلق هنا السؤال ما علاقة السحر القرين علاقة الكسد بالإنسان طب ده سحر أمر خارجي تمام أمر إيه؟ خارجي طب الحمد لله آه طب علاقته إيه؟ يعني جاي من خارج الإنسان أيها أنت اللي قلت ببقى علاقته إيه بالقرين اللي هو ملازم للإنسان يعني سحر يعني سحر هو يعني سحر طب يعني أخذ نسمة الأول طيب وبعدين نرجع لقصة السحر والمسهور وهذه الرحلة وهذه الخلطة العجيبة والغريبة لا هي مش خلطة عجيبة ولو فهمناها هو أمر بسيط بس محتاج فيه وإدراك طيب نسمة مساء الخير يا نسمة مساء الخير على حضرتك ممكن أكلم فضلت الشيخ إبراهيم مع حضرتك إبراهيم والله يا فضلت الشيخ يعني ربنا يجازي حضرتك كل خير إحنا بنستنى الحلقة والله مخصوص عشان نستفيد من علم حضرتك أنا بس كان لها سؤال بس هل القرين دوت هو اللي بيبقى جن عاشق بعد كده وممكن يضر الإنسان ويؤثر في علاقته يعني بالنفسه كده ولا مش هو حاضر ده سؤال مهم جدا طب صحيح في هذه الحالات مين اللي بيكون صاحب التأثير جن خارجي ولا القرين زي ما قالت نسمة يحن إيه لما يجي لي مريض يقول لي أو مريضة تقول لي يا شيخ إبراهيم أنا بس تشعر بنبدي بيتحرك كل أعضاء جسدي من الداخل كورة جوه جسد أسميها إيه أسميها جن موافق معك هسمي جن طب أنا موافقين الجن همسكه إزاي هقرأ هنا قرآن أنا موافق أنا همشي على عقول من يتكلم بأن الجن داخل الجسد أنا معك في المدرسة النهاردة أنا النهاردة هتكلم عن مدرسة دخول الجن داخل الجسد وشرح تفصيل هلغ القرين والزهاني أنت هتعترف وتقول على مجازاً أن الجن بيدخل حلو الكلام أنا مجازاً أهو ولكن ليس من مدرستي ولكن مجازاً ليس إقراراً يا أيها المستمعون الجن يدخل الجسد حاضر أعوزنا أقول كده؟ والله هتكتزق دي وستاخد عليك جداً أنا أخيناك أنا مسميني شيخ إبراهيم أنا عانيد قوي أنا عانيد مع الناس كدهان يعني إيه؟ أنت بتلخ الجن ودلوقتي بكر لا أنا مش بكر أنا عاوز أحطي نفسي مكان اللي بيتكلم ويقول الجن داخل الجسد افترضنا ذلك افترضنا ذلك هتعالجوا زي هتعالجوا زي لا هتعالجوا زي أنا بقول للناس أن الجن داخل الجسد حاضر بسي هاني أنت معاك جن جواك والجن ده هو الذي يتحكم فيك طب عليك ناشيخ إبراهيم هقرأ عليك قرآن حاضر قرآن يطلع عليك عناية وده مفروض المفروض أن الإنسان المصاب بجن أو بسحر أو بحسد أو بعين لابد من القراءة عليه ما ينفعش يستمع بس طب أنا قراءة القرآن عليك صوت المريض وصرخ المريض وهاج المريض ونطق المريض نطق إيه نطق هو اللي تكلم ولا حد تاني اللي تكلم أنا هتكلم بالسان المعالجين يقولك إيه نطق الجن حاضر رسالة مني بقى لفهم هذه الأمة الإسلامية لمن يسمعنا الآن طب هو الجن لما حضر وتكلم هل الإنسان كان مغايب على العقل هيقول لي لا الإجابة لا هيقول لي لا المريض نفسه هيقول لا أنا كنت واعي وسامع وسامع ولو فتحت عناي أنا هشوف بس كنت بفعل أفعال وبتكلم كلمات غير قادرة على سكوت نفسي مين اللي عامل في ده مدرسة مين لتكلم لا خلمني بمدرستك أنت القري القري طب هتقول لي إيه دليلك انت بتكلم بكلام في العوامة هو طب ما تجيبني في تخصص شوية هقول لي ساعدتك الجن لا يدخل الجسد يا شيخ إبراهيم هقول لي ساعدتك مجازا أنا بقول لو أن الجن يدخل الجسد يدخل الجسد فتعرى المرأة وتكشف المرأة ويكتب على جسد المرأة على المرأة هقول من يتكلم بلسان القرآن ويتكلم ويقول بأن الجن ندخل الجسد أنت لا تفهم حاجة عنك بالقرآن طب وإن كانت تحرق المرأة تحرق المرأة تحرق المرأة تحرق المرأة عاوز أقول لي ساعدتك يباحنا بقى ببطة كمي عليك بالقرآن وينمشي ولو خرافات أنت مش بصدقني بقى مش بصدقك طبعا هوريك تصدر هتشوف عينك حضر حرق يعني حرق ناس بتعالج ناس بالحرق أن أنا أجيب نار وإن سعى جسد إنسان وأقول أن أنا بحرق الجن ده بيحرق في وجه المرأة كمان طب تعالى نشوف مجازا بقى ما احترامي قدرك مفيش حاجة اسمع عليك بالقرآن بطولة دي طب تعالى نشوف فضل وهنا نرجع التالي يلا بينا نعرض موضوع الحرق ده ونوريه اللي فضلت الشيخ عبراني مشاهد أماني يا رمدي تسعى 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 مجرد مجرد س Lazar سلبك من المخرفع مجرد 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 اشتركوا في قرم القناة انت عندك موضوع الخن ولا ممكن افكرك بيه برضو جاهز للخن تكرارا وتكرارا شفته في المساجد اخده في مراكز اه يعني شفته في مراكز كتير قوي وعقبته على المعاجين في قلبي المساجد انتو بتعمله ايه يقولي لنا بخنق الجن فين الدليل على خنقه طب قدر ايه ده قوي قوي خنقت انا كان مرة طبيب بشري اصلا الله ندوم علي علمه وفهمه الراجل ده لما قعد معايا يقولي لشيخ ابراهيم انا عاوز اعرف انا مراتي لما بتروح عند معالج بالقرآن مجرد ما تخش عشيخ ما تصوت ليه يعني ايه تصوت قالت صوت قطلت ايه ممكن اشوفها فاكابل الزوجة لها داخلها مكتبي فاول لما داخلت صوتت قالت صدرت الجن حضر جن حضر قطوله خلاص ماشي طبقوا يا شيخ ابراهيم ملحق لعماله تصوت قطوله مش هتحرك بمكان قالي ازاي طوله والله ما هتحرك قلتها كلماتين ساعاتك هنسكت وهتقعودي عشان اسمعك ويقول فينا ايه ولا تحيب بالروح وخلاص على كده ماشي خبارين بالراحة للناس انا جاب هالك شي تقول له هروحي اقول له اسانة مش عاوز اقولك ان الكلام ده الزوجة سامعاني كويس جدا والسكر بمسوتش قالي نعم طبعا انا قاعد ساك لقتين كده داخلة قعدت ايه هو استغرب قالي احنا بروح عبد المعاجين مجادة ما صوت الشيخ بيقوم الحمد لله رب العالمين ويبدو يقرأ اقرق عدو الله فاني رسول الله كلام جميل انا مكر بذلك ولا انفيه انه من سليمان وانه باسم الله الرحمن الرحيم الا تعالوا علي واقتوني مسلمين انا معاك واكر بذلك كتاب الله لا مفر فيه قال له بعد كده حدي بيكلم انا جيرجيس محطن في الالفاظ والكلمات محطن في الالفاظ تطلب ماش طب ما احنا عادين اهو الفضالي قالت بيقرأ قمت وقفت قرأت عليها الكرآن ما تصوت يا حاج ما تصوتش ما تكلم يا حاج يرد على الطبيب يقول لي ايه ده الجن هرب ما تقوليش معنى عندي وهرب يعني بخوف انا ولا حاجة بهربش بلا عند المعالجين بترين ليه فطبا انا ممكن اسألك سؤالي قال لي انا طبيب تقول تفضل قطوله هذه المرأة غابت عن الوعي قال اسألها فلما سألتها قلت لا والله انا كنت سمعة بس مش عارفة ايه اللي بيحصل لي وطبا انت ايه اللي بيصوتك قلت لي بصبا اللفظ قال لكل مرواحي على المشايخ وتقراري اذهاب اليهم توهمت وهم اللي كل مرأة يقول لي ده الجن جواك الجن جواك الجن جواك توهمت هذه المرأة بان اعتقادا في رأسها انها حينما تذهب الى شيخ يعالج بالقرآن للمصاعد عشان جنها يحدد بتقول لي اسألها وقفني وقال لي اقسمت عليكم بعدة الله وقدرتي اذا كان فيها سحر جسمها هل مين اللي وراء فقلت بمين اللي وراء قلت لها طيب وبعدين ايه تلس كنتش بقى هنا مربط الفرس انت بتعالج ايه بتعالج سحر جوا المعدة موافق انا معاك لا انا عازك تعالج يعني ايه كي بتعلاج بقرآن يعني ايه ساحر تمكن من ازاء الجسد وصلت عليه نفسه صلي واسمع قرآن وقيم الصلاة واسمع البقرة كل يوم بس انا صلت عليك شيء داخلك مش بحرقها كده يعني اه حرق مش حرقها كده كده حرقها بس انا يا عقل يا اخي الكريم يعني هذه النار مش هتشوه وش هذه الفتاة ولا بيخوفها هتقول لي بيخوفها طب حتى لو بيخوفها انا عملت رهب رهب ليها وخوف هو بس السؤال هو اذا افترضنا جدلا يعني هناك جن بالداخل يعني وشاف ان فيه الكابلية تتولى هيستنى وحط الى رخده انا عاوز اقول لو افترضنا ايضا بان الجن داخل الجسد والشيخ قام بيقراء القرآن عليه وخلقه بالغطرة هل الجن اللي هو شايفنا واحنا مش شايفينه هيستنى جوه الجسد لحد ما يتمكن من موته ولا يفر هاربا ده ممكن يوقف حوالينا ويتفرج علينا طب ايه رأيك في الكلام ده لا الكلام ده اجلهولي دلوقتي فانا حاضر اخذ بس نادية خد بس وحاجة لحظك ثانية وهواريك الخانق بالمنزل حاضر نادية تفضالي نادية نادية اهلا بيك يا فانا اهلا بيك بالنسبة لبنتي برضو كان بيجي لها شوية حاجات كده بعض الاعراض وبعدين انا ودتها لأحد الشيوخ يعني فقال لي ان هي في القرين بتاعها بيأذيها وهي بتشوف بتقوم مفزوعة بالليل وفي تصرفات كده يعني هل ده بيأثر عليها ولا ايه يأثر على تصرفاتها ماشي اشكرك سؤالك واضح والفضلات شخي جاوك يعني هكلمك في لغز كده احتار فيه المشايخ وتكلم فيه هكذا فيه ناس تانية بدأت تقول قرينة دا 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 هذه المدرسة شاعة بين الناس ولكن برضو كان عزو الحاجة ايه راك في الانجاج والله دا يعني عمر يخص الطب عمر طبي في المقام الاول لا دخل بالاي شيء فيه صح ولا مش اقول دخل للقرآن لقى القرآن كله شفاء حتى في الطب ولكن المراحلة الطبية لها علمها ولها الطباء متخصصون في هذا الامر طب ايه رأيك لابا اقولك ان القرين ممكن يمنع انجاج القرين اه ولا الجن لا القرين انا انا بتكلم بعنا مدرست ماش دعم يرسل مشايخ لا انت كده عايز تقولي ان القرين علاقة بالانجاج اه مع علاقة القرين بالانجاج لا علاقة قوية اوي فما علاقة القرين بالمرض فما علاقة القرين بتعطيل الدواج فما علاقة القرين بسحر التفريج بنزوج وزوجة لا هنا بقى تعالي نبدأ الرحلة بقى ابدأ الرحلة تعالي انت كده بقى دخلتيني الحلقة انا عاوزك بقى تسع صد لك كده بحكي لي رحلة من الاولى بك سابعة دقاي مش قولك عشر برحتك انا ساحر لا لا تأخذ علي اه 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 انا ساحر معاي ادوات لسحر معاي ايه ادوات لسحر اللي هي اسمك اسم الولدة صرليك اي شيء بملابسك خليني افترض كده ان هعمل السحر هتقول لي يا عم الشيخ ايه هو نوع السحر هقولك للسحر انواع لو افترضنا ان هو سحر معلق او سحر مدفون او سحر مرشوش او سحر طرابي او اي نوع من انواع السحر هقولك انا عملت السحر والبريد بتاع البريد واقف اللي هو خادم السحر بيستني ياخد مني طلاصم السحر عشان يرسلها للجسد المصحور اللي هو مين اللي هو سوزهان الدباني ايه اللي يحصل سوزهان الدباني اضيف عليه خادم السحر ولا هو تمكن من دخول السحر جوه الجسد ايه بقى اللي بيحصل اضيفه على الجسد ما هو شيء غريبة هو ايه العمامة دي الطاية دي انا مغلود بيها ولا اضيفت على رأسي لا اضيفت على رأسي اذا هو شيء اضيفه على الجسد هل هذه الطاية جوه الجسد ام خارج الجسد خارج الجسد اسم قول الله عز وجل ها الذين يكلون الربا لا يكومون الا كما يكوم الذي يتخبطه الشيطان من المد منين من المد هتقولني المس هده المقصوب به اللبس هقولك ازاي فصلها لي ازاي المس هو المس واللبس هو اللبس يتخبطه الشيطان من المس التخبط في الافعال وفي الاقوال وفي التصرفات طب تعالى بقى اخذك حتى كده خدم السحر لما وصل الامانة للقارين هتقولني طب احنا قلنا بقى يعني ايه وصله القارين انه يراكم هو وقابيله من حيث لا ترونهم ان خدم السحر جن بالفعل والقارين جن بالفعل هم الاثنين من نفس الفصيلة من نفس النوع من نفس الفكر من نفس الكلمات خدي الامانة احنا جاي النازي هان الدباني مع احترامي الالقاب عشان نمنعه من الانجاب كلام جميل جدا طب القارين بقدره ايه هو القارين هيعود لفرحة من المرأة او يخش في السائل الملوف يمنعني من الانجاب فيه اللي بيقول كده مين بيقول كده فيه اللي بيقول كده لا هم ما بيقولوا الجن قاعد في الرح فيه اللي بيقول كده بيقول كده ان الجن بيدخل جوا جزء بالانسان هذا الام غيره صحيح مستحيل نفس المرة قالق شيخ قالق شيخ يقول لي ان الجن بيقعد في راحة من المرأة ويحججني نفسي تخيل نفسي ده بيقعد على منظومة المبيض ساعات يبقى ما احترام ليك ساعاتك بوصل رسالة لطباء في له ملاجز الطب عشان المعالجين هيشتغلوا دكاتة الكسة وتوليد وانا هورد اقول ايه انا باسخر من هذا كلام طب قدرات القارين ايه في حت الانجاب لا ده قدراته قوية اوي يعني ايه قارين يمنع انجاب انا ليه ما قلت السحر يمنع انجاب ليه ما قلت هاش مع ان ربنا اذكرها بصوت البقرة الذين وتبع من رجل الشيطة عن كسر ايمان وتكلم ايضا وقال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوج يعني ايه سحر تفرق من زوج وزوج زوج وزوج مش اتكلم كل المجتمع عليه اثنين انا مش اتكلم في الحلقة دي اتكلم في الحلقة الجاية ولكن هتكلم هنا تعطيل لا اتكلم سحر تفريق ازاي زوج وزوجها بتطلقوا انا زوجتي متماسكين متحابين بس حرمنا من انجاب الطب قال ان هذه المرأة نورمال طبيعي سليمة جسمانيا وتحمل الزوج الزوج نفس الامر طب ايه القصة اللي بتحصل يا شيخ ابراهيم في لغزة هنا احنا مش فاهمينه ان الطبيب او الطبيبة لما بيكلموا معانا في ايام جماع في ايام الطبويض ان بيحصل عندنا مشاكل اول مرة نتعذرها اعدها لك اما المرأة ينزل منها دم على غير الطبيعة وعلى غير العادة اما يحصل مشاكل على اتفهل اسباب بالزوج وزوجة فلا يتم الجماع في هذه الايام اما يحصل وقت عمل ضروري للزوج على غير العادة واما يحد الشيء غريب يتم فصل الزوج على الزوجة فلا يتم الجماع في هذه الايام طب ان تم الجماع الزوج يقول لشيخ ابراهيم ما احترام في هذا القول انا حاسي ان انا مش انا انا ما عنديش الانتصاب الكامل يوصلني للجماع ولا عندي سائل ملوي قوي يخش المرأة انا مش في حاجة غلطة المرأة تقول لي انا عندي اغتناء وديقة في الصدر تؤدي ان انا مش عاوزة الجماعة طب انا هقول بقى كيف في الوقت الحالي انت بعملوك صحت افريق لا هقول بقى جن هقول لا بعدين بكله لا ماقولش لا هقول لا ها اسمع مين التنمية البشرية بتقول ايه اني اسمع تعالى انت بتشعري بايه بتحس بايه الاعراض اللي بتتم فيها امرك هتقول لي هو يجب على المعالج انه يستمع ولا يقرأ عطول هقولك لا مجازا لا 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 لازم فرض انه يتم القراءة بعد السماع انا في حالات يا رزيهان هيوض عليك حد يقولك يا شيخ ابراهيم ده قرآن ما تقرأ شيخ ابراهيم ده قرآن هو القرآن هيضر لا مش هضر تمام بس اعطر حاجة حاجة ما في حالات جتر جدا ما تكرش عليها قرآن يعني لما جي لي واحد يقول لي عنده مثلا اضطراب زهني عند الواد عنده سمات توحد موجود في الطم ايه علاقة الكلام بهذا الامر يعني ده مش معمول له عمل ازاي يعني لما جي طفل عنده عشر الناردك نعم طفل عنده سبع سنين تقريبا اه سبع سنين وعمه قال لشيخ ابراهيم احنا رحنا لعشر مشايخ عشر ايه ايه اللي في علاج ده شيخ ابراهيم ده ده يسمى علاج للتوحد ده اه اه ليس مشانا بقول شيخ قال ان هذا علاج لا زابت ايدك بعد ايه لتوحد انا هفتحولك حالة يعني الطب والمخ والاحصاب وطب النفسي قال علاج التوحد بياخد مراحل وجلسات عشان يتمي شفاء طمع لا الشيخ الفاضل مشكورا جابي الخلاصة في الورقة دي في الورقة دي طب بعد انك باكون افتحها حاطف بسم الله الرحمن الرحيم اهي 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 هيا دي العلاج اه مكتوب فيها ايه طيب انا مش عرف الله بس هيه متخيطة يعني هو الشيخ بقين في عامل اوخ طب يعني يا جماعة باكس حد يجيب لي اي حالة لو حد يجيب لي ايه حالة اه ايه رأيك في ده سمتة واحد اه دي علاجه اه اه دي علاجه لأ انا مستر افتحه واشوف ايه اللي جوه خاطر اه طيب تعالي اتكلم بقى في امر تاني في نفس الامر يعني ايه كلمة جن من قدراته ان يخش الجسد ويفرق بين زوج والزوجة القرآن قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجة هو تقريبا انا ما سمعتش ايه في القرآن بتقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجة من جن داخل الجسد بس ما ايه بالتعلم الاية لم تقرب جنة انا معلش يعني مين بقى اللي يفرقونه القرين القرين يقول لي انا ما شوفهش الزوجة متغير زوجتي عصبية في ايام انا كويس معاه فيها زوجتي لا تكر بالنعم زوجتي بيحدث بنا مشاكل على اتفه الازاو وبعد كده ببص دمخة بص رجلها ببص ايديها الموضوع بانته طب انا بصلي وبقرة بقرة 39 يوم مش 40 يوم عشان المشاكل بقرة 39 يوم طب يعني انا بقرة 39 معلش انا غير المشاكل بقى انا معارد دائما انا معارد دائما انا عاوز لك حاجة يعني اسمع بقرة 40 يوم طب وليه مش واحد برغين انا مش عارف تعال تعال بسيب تعال تعال شكرا معلش لا لا عشي خطف لا تبك انت عصي شريت توقع الله توقع الله حاجة تفرع في عشانة كده تعال يعني ايه كلمة بيزعمون بان الجن له قدرات مخارقة يعني لا او او كده الجن له قدرات ممكن نكلم معنا في حلقات قادمة ولكن يعني اتحك يعني اشارت النقطة جوهرية هو علاقة الجن بشكل مباشر بجسد الانسان ليس له علاقة يعني وفي ايه برد تقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ده كانت بتقول من الاني مدرسة كانت للشيطان اه بتقول من الاني مدرسة انا يعني خليني لا اعلم موقفي يعني صح كده طيب خليني بقى اقول لك موقفك الديني والشرعي لا انا لا اكرر بان الجن يدخل الجسد في هذه الايام مما اراه مخالفات صدي هادي انا بكلم عن مجال السحر والحسد والعين انا بقول لي السحر موجود والله وبيتعالج لا انت لم تنكر معلوم اه يعني بالضرورة اه انكرك للسحر هو انكر لا 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 انا اكرر بيه وانت لم يعني لم عضبطك المتلبس بهذا يعني يا شيخ ابراهيم ان المريض لما يروح الدكتور نفسي اولى بيه اننا تدي له اي حاجة وخلاص هو مقفول جامل اوي دي كده اه مش عارف ده سر اوي ده ايه ده ده بسر ولا حاجة هو بقى ده حتى الكيس كوي ده مكوي ومتسلف اه الشيخ متمكن في عمد عند اتقان الناس دي الناس دي مخلصة اوي مخلصة بالعقول بالاخلصة بالضحك على العقول على الناس طب اقرأ حاجة طيب لحاجة تفجر في وشنا ولا حاجة شيخ ابراهيم بعد ايه ولا يفلح حسيح رحيا سوقتها يا اخر طب علينا جينا ولا حاجة ولا يفلح حسيح رحيا سوقتها كتير جدا من الناس يقول لشيخ ابراهيم لو بيفتح اعمال على هوا ليه بيسمش يقول بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التنماتي مشاري ما خلق لان عندي اعتقاد كامل ان الحافظ هو الله وهذا لا ينفع ولا يدر ولكن هو ضحك على العقول وبسم الله لدي لا يدر بسم الله الله الرحيم بسم الله الرحيم ضر واعوذ بكلمات الله التنماتي مشاري ما خلق توقع الله حا دي احنا نضي علاج ايه احنا نضي علاج توحد عاصلين عندي علاجات تاني والله كويس والله طب يا كليات الطب النفسي ايه في grape تعالوا وشوفوا علاج التواحد من وجهة نظر المعالجين اه اا او بعض المعالجين نأفض بقى الكليات دي وتعالوا وخدوا العلاج ده وانراح نفسنا بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس اعود الشاشة بس جيب لي الكلام ده تفصيلا. ده تلاصم. لا 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 لا. ايه رايش الكلام ده? انا عودك بس اتقلب عليا شنة. اثبت دي ده الحاضر. احاضر. ده ده حد متمكن جدا وخط حيو جدا. شايف بحر? جبرايل ميكايل اسرافيل عزرايل. معايش تاني كده على الشاشة. اتفضل. ايه التلاصم بقى دي يا شيك ابراهيم. التلاصم دي احنا شفناها في بعض الاعمال الاسترمائية يعني او شبيهة ليها. انا عاوز اقول ساعدك حاجة. خلين اقول ان المعالج اعطى هذه الورقة. ماذا يستفاد المريض? ان هو يشيلها معه? مفروض ان هو بيتعالج بده? المفروض. طب معلش مش التلاصم دي احد ادوات السحر? طبعا. طبعا. يا اخي لا افترضنا ان هذه الورقة كلها قرآن حرام. حرام? اه? كلها قرآن حرام. طيب مجازة بس معايش. ايه راك ده? ده شيء اخر ده ماشي? ده ايه علاج ايه بقى ان شاء الله? انجاب ان شاء الله. ده انجاب? لا عز ذكر ولا انسة. طيب كمان? اه. يا اقسام النساء والتوليد والحامل المجهري في كل الجامعات تعالوا شوفوا. العلاج بقى واقفلوا الاقسام دي واقفلوا المراكز. ويا ده كترة مصر تعالوا شوفوا بقى. لو احنا هنقتنع بدا وهنؤمن بدا. اولا في حاجة بتنزل منه هين? ده ايه ده بقى? اه. عاوضوا بكلمات اللي هي التماتي. اه. اه. ان شاء الله. مش حاجة تزمن له. مش عايزين حاجة تنفجر في الاستوديو والله خليه. ولا يفلح الساحرة. طبعا. اه. 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 ده ايه ده بقى? ده علاج اللي ينجاب عشان ما الله تخلف. اه. اه. اللي ينزل منه ده ان شاء الله. ده ده واحد حط حبة البركة ولا حط قصبرة ولا. اه. اه. بقولوا الشيخ برين بيحاربنا على الهوى. اه. بيدوا حارمل. اتبخاروا بهيه. حارمل. اه. بيدوا مسك. بتاخل عند فرج المرأة. اه. المسك كمسك مفيش في مشكلة. لا لا مشكلة. لا. كمسك في مشكلة. انما اه اه اه. كمسكو طيب للرجال. طيب تمام. طيب. انما. ولكن يوخز. اه. تلاتة سانتي او خمسة سانتي. اه. وتحط جوا جهاز الرحم للمرأة. اه. عشان الجن قاعد. على انبوبة الشمال. دي جريمة. قل بقى المعالجين ده كلام ده بقى. ده 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 فعلاته خطيرة. انا اللي بكلم في داء الزار. اه. تحديدا عن المخالفات. اكتر ما بكلم عن الدواء. ما انا ممكن اعض. سحر التفريكة جماعة. علاج واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة. اه. الممكن نعم كلمة. هو داء الزار هو دق نقوس الخطر. انا ممكن اطلع على الهوى مع سعبتك. واكلم. علاج السحر المرشوش. نعمة كزا. علاج السحر الماقول. نشرب مع القرآن. ناخد عسل. ناخد مش عاوز. انا مش عاوز الكلام ده. انا مش عاوز. انا عاوز الناس تعرف. هي فيها ايه? اتعرضت لازاء من ايه? طب. الامر الشخطة تشخيص ده. جايلك من اين? هل انت اتعرضتي لوسواس? هل انت اتعرضتي لنوع من انواع السحر? فما هي علاماته السحر? المريض اللي هيتعالج عندي. عندي اي شيخ. ويجي يقول لك انا هكرأ علي القرآن قبل ان يسمعك. قل له معلش. ماشينا احسن. والحين ما تفتح العلاج ده انا هاخد امو محمد واستمعي. يا امو محمد اتفضلي. انقاطع لتصالب امو محمد. بسم الله. خلي فاني مك. انا تحديدا بحب يعني اكلم كده وسامحني على الصوت العالي او بترفز. لا 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 انا مقدسك. خوفا. انا بس مع ناس والزهاني بيصابوا علي فعلا. والله العظيم يصابوا علي. انا انا لست اعلم خلق الله. في افضل مني كتير واحساهم على خير. من المعالجين. الناس محترمة والناس بتعالج الناس فعلا. والناس قادرة على شفاء الناس. لسته انا. انا اصيب اختي. ولكن لما بتكلم مع مريض. حاب باسمع. بحيب باقرأ. هو انا ليش اخص مرة حالة وساعدتك على التاني. كنت معل على التليفون. بنحدد معادي الحلقة. وتقول يا شيخي ما انا اسماتك بتكلم بتقول اللي مريض. لا. روح لدكتور نفسي. طب ليش خبرين. ومش مرة. ومش مرة ده اكتر من مرة. انت ليه مقرأتش عليه القرآن وديته حاجة يستخدمها خلاص. كما يفعل بعض يعني. اه. قلتلك لا مينفعش. طب ليش خبرين. لاندي الحالة اللي قدامي حالة نفسية محتاجة لطبيب. هو انا كده هقل في وظر الناس قدامي. لما مقول روح لطبيب. لا. ده انا باخده برحمة. برحمه من مشايخ. هو هي. بتوجيه توجيه صحيح. اتعرف الناس دي زهقت وتعبت قوي من من راحة عند المشايخ. اه والله كتير جدا قويش خبرين. احنا صراحة ما احترام قدرك احنا تعبنا من المشايخ. زهقنا من المشايخ. انا في محاضراتي مع الناس. بقولي النهاردة كنت بحل حالة سحر على اعتقاد الناس. من زوج وزوجة. سحر. من زوج وزوجة. لفوا على المشايخ. قلت عندهم امور نفسية. الزوج محتاج يصلح من نفسه. وزوجة محتاجة تصلح من نفسه. اه والله تصدق دي. ووجهته بتوجيه نفسي. لطبيب. لطبيب. لا لا لا. واحنا عاديين تنمية مشارية. واحنا عاديين. اه. تخيل تنمية مشارية. انت اعمل كزا مع زوجتك. وهي تعمل كزا معك. هتوصلوا لاتفاق جسدي وروحي. تغيير سلوكيات يعني. انت عرفها المريض خارج قال ليه? قال لي والله انا كنت عندي اعتراض كل وجزء انا روح للمعالجين. من اللي بسمعه من اصحابي. اللي بتعمل فيهم. ولكن جذك الله. لا ازكي نفسي على الله. ولكن انا بقول مجازا. ان اي معالج اعد وفرغ نفسه. وسمع المريض. تم شفاء المريض حتى لو بسحر. سماع المريض خمسين في المئة من شفاءه. من العلاج صحيح. خمسين في المئة. طيب اللي معك ده بقى ان شاء الله. وبرده باللون الاحمر. اه انا اللون الاحمر ده. اه. جاهد نجاح. ماشي. ده بيتطبق بطريقة كمان. اه. والله يبص يا اخي كريم انا عاوز اقول لك انت لو اردت ساميحنا نجازا اي مريض اعاوز يخلف ويحدد نوع المالوف ذكر الانسة يروح للمعالج ده. 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 هو بيعمل كده? اه. ها عندك اعتراض? انا. اه معترض طبعا. نعم. اه طبعا معترض. لما متعترضش يا فاني. ده واضح ان هو متمكن جدا جدا جدا. اه. انا عايز فوكس. انا مجازن يا جماعة والله. فوكس اوي اوي اوي. سبت ايدك. الرجل ده اكبر دكتور. اه. بيعالج السحر. سحر عدم الانجاب. وممكن يحدد لك نوع المولود. لا 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 انا فوكس اوي بعد اذنك يا محمد عزت. يلا يلا نجاح. فوكس اوي. اوي. دي شو اغبطة. ده علاج. ده ايه. تاني. انا مفهمش في الطب حاجة انت. لا انا مفهمش في الطب. بس خلاص. بس برضو مفهمش بهذه الخزعبلات ايضا. نعم. وهذه الخزعبلات يا شيخ. مساعدتك بالشكل في فضلات الشيخ. اه. يتحرق في فضلات الشيخ. ازي يا. لو ده علاج. ده علاج. ده ده يعدم في مدار عام. انت ده يدفع في ايه ده عشر جنيه نصلا. نعم. انت ممكن فعطة سفر جنبها. ايه ده? عشرين جنيه. ميت جنيه. الف جنيه. ده الف جنيه. والله الف جنيه. الشغبطة دي. والله الف جنيه. انا من النهار ده معالجة جماعة. انا في القولة الباقي بقى. انا شغوة احسن من ده. نعم. ده انا شغبطي احسن من ده. ده حرفة. ده علم. ساعدتك. عندك علم بهزا المجال? وده علم ده? اه ده علم. اما الامكان هذا علم فما هو الجهل. نعم. فما هو الجهل. يا امتا. ده لا لا. كمل انتهى. مجازا. يا امتا. اه ضحكة من ده يا الامم. ان كنا سنسير في هذا الضرد. وان هذا علاج. فعلى الدنيا الساعة. مجازا انا قلت كلمة على الهوى مرة مع سعبتك وانت قلتها تأخذ عليك شيخ خبرين ولكن انا لا اخشى الا من الله عز وجل. قلت انا ممكن اروع عند طبيب بشري او معالج بالقرآن خد مني مليون جنيه. مليون. اه بس علجني. اتقول لش خبرين ده يتوقف عليك. اقول لك لا خد مليون جنيه. خد الوفات مؤلفة. بس وصلنا الطريق. اما الشفاء واما ترحيلي الى حد. متخصص هو يعني في كده اه. الله الله. مش اقول الاسم. مش اقول الاسم. تمام. عشان ما ينفعشي. اه طبعا مش اتفاع. ولكن ده اخير ما انا جيب لك من كل فيلم اغنية النهاردة. ده كان معمول لنا تعطيل. اه. ده علاج. ده علاج. ده ما يسمى. اه. ده تأخذ عينيه. اصلي فيه ناس. اه. فيه ناس بسمهم مترسلة هذه الحلقة. اه. اه. هيقول لك. ويقول لك يا شيخ ابراهيم شعب بيقول لك ده علاج. هكذا يزعم من قام بكتابة هذا العلاج يعني. اه. هو نفس الفكرة. اه. بتاع الاسم. بعدش يعني اصبر شوية على مجاح كده. اه. دي تلاصم برضو. بس دي فيها يعني فيها عيات قرآنية تقريب. اه. وفيها اسماء. انا بس عارز لك حاجة زيني في قبل اختام هذه الحلقة. اه. انا ما بكلم عن القريم. اه. بتكلم عن علاج اصل. بتكلم عن احلام مزعجة. بتكلم عن بنت تحرمت من الزواج. وهي تصلي وتقرأ القرآن. ولكن تشعر بديكم في الصدر. اه. او الناس بتتكلم بلو ما بتخش. انا بتكلم عنوين. وده بروم بروم الحلقات الجاية ان شاء الله بالعمل. احنا عايزين نفصل يعني ايه كلمة سح ويتحكم فيه قريم. سنفصل هذا في الحلقات القادمة. سنفصل ذلك. زائد. كرحلة السحر المسهور. كعلاقة القريم بهذه الاسحار. ايوة. وعلاقة القريم بانواع الاسحار. طيب. قبل اختم هذه الحلقة. فضل. السحر يفرق اه. يأتي بمرض اه. بس يا امة او يا مشايخ. اه. انتم افضل مني. ولا ازقوكم مع الله. وانتم ناس عندكم علم. ودكاترة. بس مش دول. وما عندكم شهادات. لا مش دول. بس مش دول. الناس اللي بيكلم عنك قال الله وقال الرسول. تمام. اسمع المرض. الذين نحسبهم على اه. اه. دي رسالة مني. اه. اسمعوا المرض. علجوهم. ما تعملوش حجامة من غير ما تسمع. اه. ما تدوش اشياء من غير ما تسمع. عالك. وكرا قرآن. اقلوا مع المريض واسمعوا وشخص صح. شوف يا المريض. فهذا من قدر الله ورحمته. لم يشفى المريض انت اخصت بالاسباب واشفاء بيد الله عز وجل. ولكن ما تتوهوش. تمام. علجوه صح. والله. ما تاخدوش لمراحل يضل بها نفسه. اذا كنت قادر على شفاء الناس. باستماع الناس. وتقول بان الشيخ الفلاني. او الطبيب الفلاني. انت على الرأس. ولكن لما تتكلم عن كتاب الله. وسنة النبي محمد. قم. وعالك. ولكن لا تقرأ قبل ان تسمع. شخص. اقرأ في طب النفس. مش عيب. مش عيب والله. ولا عيب ان انت تقول لي هذه المرأة. هاتي لي تحليلك واشعاتك. عشان اعرف ان انت مرده ولا اشعارك. مش عيب. اقرأ. اقرأ. اقرأ مع طباء. اقرأ في عين تفتح تحليل. ما تقرأ. انا الدكتور الفلاني واضعفش تقرأ تحليل. لا. لو مش عافت تقرأ. روح لطبيب. قل لي هاتي لورقة من طبيب. يقال بانك سليم. ما كنت تعامل معاه. لو مش تعاف تقرأ. لو ما عندكش العلم ان تقول تسمع. رحل غيرك خليس معك. ولكن مش تقول لي اشرب لابن واخد عسل. اضرب وروح وتعال. لا. ادي اسباب العلاق. ادي اسباب العلاق. واصلت الرسالة. ودي اسباب الشفاء. بس تسمع. السماع نص الشفاء. صحيح. نص الشفاء السماع. والخمسين في ما تانين كرآن يتلى. واسباب الشفاء. هناك كلمات وعبارات تميز بها برنامج دق الزار منذ انطلاقاته الاولى. منذ قرابة يعني سنتين ونصف تحديدا. منها عبارة يا امة ضحكت من جهلها الامم. حينما نرى هذه الاوراق. حينما نرى هذه التلاصم. حينما نرى هذا الجهد. لا بد ان ندق ناقوس الخطر في دق الزار. وما دق الزار الا دق لناقوس الخطر لمثل هذه الاشياء. يا امة ضحكت من جهلها الامم. ايضا العلاج بالقرآن ليس قرآنا يتلى سحر. هذه عبارات يمكن انا يتميز بها دق الزار. انا بشكر فضلتك حلقة ممتعة. حلقة متميزة. ان شاء الله والجاي افضل. شكلا وموضوعا. في الحلقة القادمة رحلة السحر والمصهور. لا ده الحلقة القادمة يعني سميحني انا هنتكلم عن هدف سحر واحد. واشرحه باياتنا القرآن وصنة النبي محمد وعلاقة البلقارين وما هو الدواء. ورحلة السحر والمصهور. حاطر. عشان مرضو نعرف. ونعيش معاك. حاطر. ايه الموضوع? ولبساته ايه? ورايح فين? وجاي منين? باشكر فضلتك مرة تانية. بزيك الله عنه خيرا. بزيك الله عنه خيرا. كما اشكر مشاهدين على حسن المتابعة. يتجدد بكم اللقاء والاحد القادم في نسل هذا الموعد. ودقة جديدة من دقاتنا دقة زار. في نسل هذا الموعد تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. هذا هامي الدبان يحييكم. الى اللقاء.